اشتركوا في القناة وقال امزازي في كلمة له خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية ان عدد التلاميذ داخل القسم لن يتجاوز بين 15 و 20 تلميذ داخل القسم الواحد لتحقيق التباعد الاجتماعي الذي ينص على مسافة متر بين كل فرضين وردا على تساؤلات حول البروتوكول الصحي المعتمد في المدارس قال امزازي ان التلميذ سيجد عند مدخل المدرسة ميزان الحرارة لكي تتم قياس درجة حرارته كخطوة احترازية اولية لمواجهة فيروس كورونا كما سيتم تطبيق التعليم بتنهوب حيث شرح ان التلميذ سيتم تقسيمهم الى فوجين فوج الف سيدرس يوم الاثنين والاربعاء والجمعة وباقي الايام ستكون الدراسة عن بعد عن طريق التعليم الذاتي والفوج باء سيدرس عكس ايام الفوج الاول اشتركوا في القناة